اشتركوا في القناة التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية التركية الصديقة والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء معربا عن تطلع مملكة البحرين واهتمامها بتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع الجمهورية التركية الصديقة في مختلف المجالات التنموية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وشدد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على أهمية تعزيز التعاون المشترك تجاه التحديات السياسية والأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وضرورة إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهارة من جانبه عبر معالي السيد مولود شاوش أوغلو عن شكره وتقديره لسعادة وزير الخارجية معربا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بعلاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص الجمهورية التركية ورغبتها في تطوير والتنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي إلى أفاق أوسع هذا وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة كما بحثا تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر